طيب دكتورة الروتا معدية وإحنا عالفين إنها معدية ربنا يبعد لو حد فرض في البيت جاله فيروس الروتا وكانت الحالة إن شاء الله خفيفة شوية وما استدعتش إنها تدخل المستشفى. كيف يتم التعامل مع الشخص المصاب بالروتا استخدام بقى التوالات يبقى إزاي استخدام أدوات الأكل والشرب إزاي النفس يبقى عامل إزاي. تعيز الفقودة الوحدة ولا يعمل إيه هدوم وتتغسل وحدها ولا لأ كل التفاصيل دي. هو خلينا في الأول نتفق على إن الطفل الفيروس بيخش جسمه وعلى ما يبتدي يتكاثر في خلايا الجسم أو في الجهاز الهضمي بياخد من يوم لتلات أيام. بعد التلات أيام دي أو ودين التلات أيام دول تبتدي الأعراض تظهر عندي طب الأعراض بالزبط الأعراض عندي إسهال وترجيع دول المين بتاعي إسهال ممكن يوصل معاك 15-20 مرة في اليوم. والترجيع نفس نفس الموضوع عشان كده قلنا إن دي تصفية جسدية. أنا بسميها تصفية. وفي خلال وقته صغير جدا. طيب المفروض الأم تاخد بالها من إيه؟ أولا دلوقتي بقت طريقة إن أنا أوقفت ترجيع كل الأمهات الصغيرين والكبار بقوا بروفاشنال بالحاجات اللي موجودة إزاي قدر أتعامل مع الترجيع. إمتى المفروض الدكتور يتدخل؟ يعني هي دلوقتي كل الأمهات بتعرف تزبط أمورها. إمتى بتلجأ تروح الدكتور إنا استخدمت الأدوية بتاعت الترجيع ومفيش أي كنترول خل حاجة تانية. طب والإسهال. الإسهال برضو بيعدي عدد كبير جدا. طب أنا زي ما فيه. كم يوم يا دكتور؟ يعني مثلا لو أنا استخدمت الأدوية دي وما جابتش نتيجة بعد. كم يوم أبتدي ألأ وأقول لا ده ممكن تبقى حاجة غير إسهال طبيعي. هو من أحد الحاجات اللي هتحرك الأم علامات الجفاف. الجفاف. آه. إيه علامات الجفاف؟ سواء كان طفل رضيع أو سواء كان طفل كبير. واحد رقم واحد بأكد عليها دايما الأمهات البول. الطفل كان بيخش أربع خمس سبع مرات في اليوم. النهاردة ما عملش خالص. ولو طفل رضيع بيبان في البامبرز بتاعه إذا كان هو مليان ولا لا. تقولك ده ناشف بقى له 12 ساعة. فدي أول علامة. بيعاية. ما تفرحش بقى وتقول ده مستعد. طبعا ما فيش. أصل هي موضوع إنها تروح للدكتور دي. ده ديسجن ولازم يبقى سريع. ما فيهوش إن هي هتقعد تفتي بأدوية في البيت. حاجة تانية أنا دايما عندي في النازلات المعوية في العموم. حاجة اسمها إموت وأوتبوت. يعني فيه خارج كبير قوي من الجسم. أنا ل إذا ما عوض. أمهات كتيرة جدا بتعمل إيه. أول ما الطفل يرجع ويسهل تمنع المية. كارثة. كارثة. أمهال إنت تدلعت من الجسم. فين اللي عوضته أو دخلته. فدي مصيبة. فيه طبعا أمهات زكاة جدا أول ما تلاقي الكلام ده تروحها بطول جارية شارية محلول الجفاف. وهو ده طبعا العلاج الأول للروتا. الروتا لا بتتعالج بمضاد فيروسات ولا بمضادات حيوية ولا بأي حاجة من الكلام ده. هي ملهاش علاج من الآخر. علاجها تعويض السوائل والأملا المفقودة في الجسم. طيب. لو عندنا طفل رضيع والأم لسه كمان ده أول طفل ليه. فهما الاتنين بيجربوا مع بعض وبيشوفوا هيعملوا إيه. الأم لحظت أن الطفل بيرجع. تعرف منين أنه هو ده بواد الروتا ولا ارتجاع. لسه بيرضع جديد. لسه مش عارف الطفل وهو بيشرب اللبن أو بيرضع يعني مش عارف يتحكم في نفسه. تعرف منين لو السن أكبر شوية أنه فيه نازلة معوية بسيطة كده من اللي بتعدي. ولا الموضوع كبير وروتا. بحتاج علاج أكبر. هجاوب لك على الشق الأوليني عشان ده مهم قوي. أي طفل رضيع وذين أو خلال أول ست شهور ما ينفعش هافتي فيه في أي حاجة. حتى لو عنده حرارة 38 بس. ده يعني دي الترجيع في السن ده إذ أرد فلاج أو علامات خطر. طيب يعني يعرف منين أنه ترجيع وارتجاع وده أصلا سؤال في كلية الطب للطلبة. نعرف منين ده ترجيع أو ارتجاع. الارتجاع معناه أنه بعد كل رضعة يخرج اللبن كما دخل زي ما هو. لكن الترجاع الترجيع إحنا بنقول عليه فورسد. يعني بالمنظر ده. الترجيع بيكون معاه أو المرض هزال شديد. الطفل خلاص بيبتدي نشاطه يقل. بيبتدي يركن كده زي ما بيقول. عشان عنده لسه الجهاز الهضمي مش متطور إنه إن هو الصمام بتاع المعدة. مش بيرجع اللبن. بس. تمام.